هذه أبرز العناوين صورة صادمة لعداءة بالألعاب البارا أولمبية تشعل غضب المغاربة وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة خبر عاجل لن تصدق ما يقع للمنتخب المغربي في كوناكري قبل المباراة شيء خطير بعد فضيحة ملعب تشاكر الجزائر تهتز على وقع حافلة العار والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس صورة صادمة لعداءة بالألعاب البارا أولمبية تشعل غضب المغاربة وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة بكثير من الغضب تفاعل مغاربة الفيسبوك مع صورة للعداءة المغربية مريم نوغي التي ظهرت خلال مشاركتها في مسابقة الماراتون صرف دعاف البصر بدون مرافق على خلاف كل المشاركين في هذه المناسبة التي تندرج في إطار الألعاب البارا أولمبية توكيو 2020 غياب مرافق للعداء مريم نوغي غدى شكوك عدد كبير من المتتبعين وسهم في تناسل رواية مفادها أن المرافقين تم الاستغناء عنهم وتعويضهم ببعض المقربين الذين رافقوا الوفد المغربي بهدف السياحة والاستجمام على نفقة اللجنة المشرفة واعتبر عدد من المتتبعين أن نوغي كان بإمكانها حصد إحدى الميداليات المتبار عليها لو كان إلى جانبها مرافق يساعدها على مواجهة كل المشاكل المرتبطة بدعف البصرها حيث طالبوا بضرورة فتح تحقيق عجل في هذه الفضيحة التي تنضاف إلى سلسلة الفضائح التي طبعت مشاركة المغرب في أولمبيا توكيو 2020 خبر عاجل لن تصدق ما يقع للمنتخب المغربي في كوناكري قبل المباراة شيء خطير اعتقل عسكريون متمردون في غينيا الرئيس ألفا كوندي فيما يبدو أنه انقلاب عسكري بدأ الصباح اليوم الأحد وظهر الانقلابيون في مقطع فيديو متداول يتحدثون عن حل الدستور والحكومة والمؤسسات وإغلاق الحدود ويؤكدون اعتقالهم لرئيس كوندي وأفادت وسائل إعلامية بأن الإضطرابات الأمنية التي تشهد اليوم الأحد عاصمة غينيا مدينة كوناكري تأتي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في البلاد وأفادت مجلة جون أفريك بأن محاولة انقلاب يقودها عناصر في وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكتف من جهة أخرى ينتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن تأجيل مباراة المغرب وغينيا ضمن تصفية كأس العالم المبرمجة غدا الاثنين وتجريت الصالات المكتف بين الجامعة الملكية لكرة القدم والفيفا في هذا الإطار في وقت دخلت وزارة الخارجية على الخط لبحث سبول تأمين عودة المنتخب الوطني في ظل إغلاق مطار كوناكري إترى المحاولة الانقلابية التي تشهدها البلاد بعد فضيحة ملعب تشاكر الجزائر تهتز على وقع حافلة العار تفجرت فضيحة أخرى بالجزائر بعد فضيحة ملعب تشاكر وهذه المرة مع وسيلة نقل بعد وصول بعض الأبطال الجزائري من توكيو على هامش مشاركة في دورة الألعاب الباراولمبية وحسب يومية النهار الجزائرية فإن المسؤولين غابوا عن استقبال الأبطال عند وصولهم والفضيحة الكبرى هو تخصيص حافلات صغيرة وقديمة تفتقد إلى الوضع المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة عند الصعود والنزول وأضافت المصادر ذاتها بأن الحافلة تعود إلى النقل الحضري والذي يربط من منطقة سكنية إلى أخرى وقبل ذلك كان جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم قد فتح النار على المسؤولين على ملعب تشاكر بسبب سوء أرضيته ما جعل الإقالة تهز مدير وزارة الشباب والرياضة في مدينة البليدة وادو للجزائريين المغرب بلد معروف بكرم الضيافة وجه ابتسلام وادو الدولي المغربي السابق رسالة ترحيبية إلى بيتة المنتخب الجزائري التي ستحل غدا الاثنين بمراكش من أجل خوض مباراة بوركنافاسو في إطار الجولة الثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 وكتب وادو على حسابي الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي أشيقاء الأعزاء مثل ما رحبتم به في الجزائر أهلا بكم في المغرب البلد معروف بقيام الضيافة يجب أن يوحد التاريخ بيننا وقيمنا المشاركة من أجل مستقبل المشرق مرحبا بالجميع وكان المدرب السابق للمولودية الوجدية قد خاض فترة تجربية قصيرة مع طاقم منتخب الخضر تحت قيادة المدرب جمال بالماضي والتحق مدافع الأصد سابقا بالاتحاد البنيني حيث يشغل مهمة مدير رياضي بدولة البنين الشاب يقرر الإبقاء على جبيرة وبطيب في الرجاء قرر لسعد جرد الشابي مدرب رجاء الرياضي الإبقاء على التنائي بطيب وجبيرة في صفف الفريق الأخضر هذا الموسم ورفض فكرة رحيلهما خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية حسب ما أكده مقربون من المدرب المذكور وذكى لسعد شابي استمرار بطيب وجبيرة في الرجاء بعد أن أشركهما معا في الشوط الثاني من المباراة الودية التي جمعت الفريق الأخضر بأولمبيك أسفي والتي حسمها الأخير بهدفين لواحد إذ سجل للفريق الأخضر محسيم تولي من نقطة الجزاء فيما وقع عدفي الفريق المسفيوي كل من جبريل وتارا وكاسي ماتياس وكانت فئة عارضة من الجماهير الرجاوية قد طالبت طيلة الفترة الماضية بضرورة رحيل عمر بطيب وجبير عن الرجاء خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية بداعي تراجع مستوياتهما ما جعل المدفع الأيمن لنصور الخضر يقترح صيغة ودية تقضي بتنازله عن مبلغ مالي مهم من مستحقاته المالي العالقة بدمة النادي الأخضر خاصة بعد توصوله بعرضه من شباب المحمدية فيما تجاهل المدفع الأيصر لحملات الفيسبوك يضده وتشبت باحترام بونود العقد الذي يربطه بفريقه الأخضر عمد المكتب المدير لفريق شباب المحمدي لكرة القدم على تقديم حارسه الجديد محمد بعميرا الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالي قادما من الرجاء الرياضي وتعاقد الفريق المحمدي مع الحارس بعميرا بموجب عقد يمتد لموسمان رياديين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الرجاء وأكد الحارس بعميرا أن المدرب محمد فاخر كان وراء انتقاله إلى الشباب المحمدية وأضاف في تزرح لموقع الفريق الفضالي إنه يتمنى أن يكون عند حسن ضاني المدرب فاخر ويقدم الإضافة المرجوة منه لفريق مدينة الظهور هذه أبرز العناوين صورة صادمة لعداءة بالألعاب الباراولمبيا تشعل غضب المغاربة وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة خبر عاجل لن تصدق ما يقع للمنتخب المغربي في كوناكري قبل المباراة شيء خطير بعد فضيحة ملعب تشاكر الجزائر تهتز على وقع حافلة العار والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة